أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب بدروس جديدة من دروس اللغة العربية في هذا الأسبوع عزيزي الطالب بس تتعرف على الفعل المضارع وإعرابه أيضاً تتعرف على التاء المربوطة والهدف للقراءة عزيزي الطالب فوائد عظيمة حيث تهذب الفرد بما يقرأه من علوم وأداء وتريحه من الإجهاد والإرهاق لسيما إذا تنقرأ كتب الأدب والروايات وتنمي مهاراته الكتابية وقدرته على التفكير التحليلي من خلال تحليله للمعلومات وربطها معاً أيضاً كما أنها تنمي الذاكرة وتنشطها وتدفع الفرد لتحقيق التنييز في حقول المعرفة والدراسة بالإضافة لأنها تبعد الفرد عن الوقوع في المعاصي التي تسبب لها أوقات الفراغ ونتيجة لهذا كله يعمل صلاح المجتمع فلا جهل ولا فسوق ولا طقال شبابية مهدورة إلى جانب ما سيحققه المجتمع من تقدم معرفي وثقافي بفضل شبابه القارئ وهناك مثل يقول الكتاب نافذة نتطلع من خلالها إلى العالم الإنسان عزيزي الطالب الإنسان القارئ يعيش عمراً معرفياً أكثر ممن لا يقرأ فمن يقرأ كتاباً كأنما عاشها تجربة هذا الكاتب بكل حذفيرها لهذا فالقراءة مكافة مينة يقدمها الإنسان لنفسه القراءة مهمة للعقل القراءة لتنمية النهارات العقلية وتطويرها بالأضافة لصقل شخصية فيجب على الإنسان أن يخصص جزءاً من وقته لقراءة ما يتناسر مع ميوله وأهوائه فالقراءة غذاء العقل والروح يتعلم لها الإنسان الأخلاق وكيفية التعامل مع الآخرين ويفهم الثقافات الأخرى إذ تنقلنا إلى عالم آخر ممتع وجميل وملئ بالحكمة والكتاب هو الرفيق المخلص على الدوام أيضاً القراءة تنمي الإبداع القراءة تنمي الإبداع لدى جميع الأفراد وتزيد الوايح حولها الكثير من الأمور فهي مصدر العلم والمعرفة فلها أثر عظيم عن الأفراد والمجتمعات عن طريق معرفة الحاضر وزيادة القدرة على التخطيط للمستقبل وهي طريق التعبير عن الإنسان والكون وكل من فيه من الضغط الفعل مضارع عزيزي الطالب هو الفعل الذي يدل على واقعه أو حدث يجري في الزمن الحالي والمستقبل خلال زمع المتكلم ويبدأ دائماً بأحرفه المضارع وهي أنا وهو ونحن والتا أنا في آ ألف وهو والنون في نحن والتا في هي ولكل فعل مضارع فاعل قد يكون ظاهراً أو مستدراً وقد سمي بهذا الاسم لأن الفعل أو يشابه اسم الفعل في الحركة والسكون والوظيفة العربية والفعل مضارع دائماً يكون معرباً ولا يأتي مبنياً كالفعل الماضي والأمر إلا إذا اتصل بنون النسوة أو نون التوكيد الثقيلة والخفيفة بناء عليه يكون إما معرباً مرفوعاً أو مصوباً أو مجلوماً ولا يأتي مكسوراً بالجرع أبداً وتتغير علامة إعرابه تبعاً لما يسبقه ومعناه مراد منه أنواع الفعل المضارع، الفعل المضارع المرفوع، والفعل المضارع المنصوب، والفعل المضارع المجلوب الفرق بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة والهاء التاء المربوطة هي التاء التي تلفظ تاء متحرك خلال الكلام إذا لم تحركت وتلفظها عند الوقف الساكن أيضا التاء التي تلفظ تاءا سواء خلال الكلام إذا تحركت أو عند الوقف إذا سكنت فلفظها لا يتغير في كل الحالين الها هي ما يلفظها سواء عند الوقف أم خلال الكلام وهي أيضا جزءا يتم إضافته إلى الكلمة وليس من أصله مبادئة التاء المفتوحة في الكلام تاء التأنيف الساكنة وهي التاء التي تكون عمام تأنيف الفعل المضارع وذلك على المنحو ذهبت قرأت لعبت تقدمت تأرف المتحركة وهي التاء التي تنوب عن الفعل في الموء الفعل الماضي وذلك نحو درسته قرأته لعبته قضيته تاء الفعل الأصلية وهي التي تكون من أصل حروف الفعل وذلك على المرة مات بات نبات lumber golpe أما مواضح في الأسماء والحروف التاء في جمع المؤنث السالم علامة جمع المؤنث السالم هي الألف والداء المبسوطة وذلك على نحو مدرسات، معلمات، قارئات، طالبات أيضا التاء في الإسم الثلاثي ساكن الوسط وذلك في الإسم الثلاثي إذا سكن في وسطي على نحو بيت، موت، أخت، بنت التاء في ضمائر الرفع وذلك أنت، أنتما، أنتم، أنتنا وأنتي التاء في الحروف ذلك لعلت لا تليتة مواضح التاء المربوطة لإسم المفرد المؤنث غير الثلاثي والصفة والتاء التي تحدد الواحد من جنس الأشياء وصيغة المبالغة وجمع التكسير شكرا لكم أعزائي الطلاب، حسن استماعكم وتعاونكم